مساء الخير في ناس كتير بيتعاملوا مع أولادهم على أنهم ملكية خاصة يعملوا فيهم اللي هم عايزينه من غير ما حد يحاسبهم الناس بقى اللي بيدربوا أولادهم ضرب جامد جداً لو حاول حد يتدخل يرد يقولوله إيه والتمالك ده إيه بني أعمل فيه اللي أنا عايزاه إن شاء الله قصر قبته زي اللي حصل في حكاية عزة بطل القصة حقيقة النهاردة اللي بعتت لنا رسالة بتقول فيها الحقوني جوزي بقله أسابيع كل يوم يضرب ابنه ويخنقه ما بقيتش قادرة عليه تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف عزة بعتلنا تقول لنا إيه اسمي عزة عندي 28 سنة اتجوزت من 13 سنة وخلفت ولد واتطلقت وقعدت فترة بعد الطلق مش عارفة هل المفروض أتجوز وأجرب حظي تاني ولا لا كنت متعقدة من اللي شفته من طالقي ده غير خوفي على ابني وفي نفس الوقت أنا إنسانة ومن حقي أدور على الفرحة والسعادة مع حد يعوضني عن اللي فات ويبقالي أمان وسند وأنا متربية في الريف ومزروع جواي من صغري إن الست محتاجة الراجل في حياتها عشان تتحامى فيه ويساعدها في حياتها وعشان أنا مطلقة ومعايا عيل كنت عارفة إني لو اتجوزت تاني أكيد مش هاخد غير واحد مطلق زي حالاتي أو أرمل وعنده عيال ومحتاج إني أربي هومله وفعلا بعد فترة من طلاقي اتقدم لي جوزي الحالي اللي كان أكبر مني بتلات سنين وعنده ولد سنه خمس سنين اتخطبت له خمس شهور بالعدد وطول فترة الخطوبة كان كل همي أثبت له إن ابنه هيكون زي ابني بالزبط من غير أي تفرقة في المعاملة وده اللي كنت بقوله لنفسي دايما عشان أكون قد المسئولية وعشان عارفة إن ربنا هيحسبني على الأمانة دي كلام ما يطلعش غير من واحدة بنته أصول عندها ضمير يا عزة طب والله جدع وقليلين قوي في حياتنا تعالوا نكمل فكرت إني أقرب لابنه في فترة الخطوبة واشوف هتعمل معه إزاي وسعيدني على كده إن خطيبي كان مشغول وعنده ضغوط ورحب جدا بالفكرة وفعلا ابن خطيبي كان عايش معي حرفيا طول فترة الخمس شهور اللي قبل الجواز جدع بس مش ملاحظة إنك اهتميتي بابن خطيبك بس ما فكرتيش في علاقة خطيبك لو كان مشغول بابنك مش جايز يكون خطيبك هو اللي مش قد المسئولية ما يعرفش إنه هو يعدل بين ابنك وابنه كمان ألاحظت إنك مهتمية بابن خطيبك أكتر ما أنت مهتمية بخطيبك طب خطيبك ده أعطي معا قدي عشان تعرفي كويس وإنه خمس شهور بالعدد تعالوا نكمل أعدت فترة الخطوبة بسرعة وتجوزنا وعيشت معي والدنيا ممشيت يوم حال وعشرة لأ بسبب ظروف ومشاكل كنت بعديها بحكم إني لسه عروسة جديدة وعشان ما أعملش مشاكل فجوازتي التانية اللي عارفة إنها لو بازت الناس هتقول أكيد العيب مني طالما جوزت واتطلقت مرتين وأنا مش حملة أي صدمات تانية بس بعد ما فات على جوازنا سنة بدأت المشاكل تزيد وقامهم المشكلة اللي بابعت ليكم النهاردة عشانها جوزي يا سالي بقى له أسابيع بيدرب في ابنه بدون سبب مش ضربة عادي لا ده ضربة فترة لدرجة إن الواد بيقطع في قلبي ولما قولوا ليه طب ليه بتضرب ابنك بالغباوة دي؟ يقولي ملكيش دعوة ابني وأنا حر فيه وفي الأول قلت النفس يمكن فيه سبب أنا معرفوش والجوزي مش عايز يحكيه عشان محرج مثلا أو مخبي علي سر بس مهما كان برضو مفيش أي حاجة تستدعي إن الطفل يتضرب بالشكل ده فضل الموضوع يزيد يوم بعد يوم ده بيقوم بالليل مخصوص عشان يضرب في الولد وأصحام إنهم يمفزوعة على صوت صريخه لما سألته أنت بتعمل كده ليه؟ قال لي ما عملتش حاجة أنا قدامك أهو بسرح شعري مرة تانية قال لي لما عملتش حاجة لأنا كنت بمشي رجلي شوية في الشق أنت متخيلة؟ سألت نفسي هو ممكن يكون بيكره ابنه؟ أو عنده عقدة من حاجة وأنا معرفهاش؟ ما بقيتش فهمه هو راجل طبيعي ولا فيه عنده مشاكل نفسية ولا فيه إيه بالزبط المهم؟ آخر ما زهيت قلت له حرام عليك ده إيه ابنك ده نعمة من ربنا وفيه ناس كتير محروة من النعمة دي احمد ربنا بدل ما النعمة تزول من وشك قال لي ملكيش دعوة إيه ابني وأنا حار فيه؟ لحد ما في مرة مسكت فيه ما قدرتش استحمل قلت له لأ بقى أنا لها دعوة ونص أنا اتجوزتك بابنك يعني واخدك ومنتو اللي اتنين مع بعض وكلنا عايشين مع بعض في بيت واحد اللي يخليك تعمل كده في ضناك اللي من لحمك يخليك تعمل كده فيي وفي ابني بس برضو ما وصلتش معاه الحل لحد ما في ليلة فضت رايح جاي على قضة ابنه وسمعت الولد بيصوت جمد قوي لما سألته الصبح كنت بتصوت ليه؟ قال لي بابا كان بيخنقني ما عرفتش أخد نفسي ساعتها قررت أسيب له البيت وحاليا أنا وقفة على الطلاق وكل ما روح مكان جوز يمشي وراي ويقول لي سامحيني أنا هتغير ومش هعمل أي حاجة تضايق تاني أنا بحبه قوي يا سالي ما بقيتش عارفة أسامحه ولا لا كل ما افتكر اللي بيعمله في ابنه بخافه أتضايق خصوصا أني لحد دلوقتي مش عارفة هو بيعمل كده ليه وخافة لو اتطلقت مش عارف شكل حياتي هي بعمل ازاي لو اتطلقت مرتين وما عداش على جوازي غرياده بسنة ولو سمحته وخلفت منه ممكن يعمل في ابني ايه وممكن كمان يعمل ايه فيه قولولي اعمل ايه لحد هنا وخلصت رسالة عزة رسالة غريبة اب بيخنق ابنه الصغير بالليل والناس نايم كل شوية يضربوا طب ليه ايه سر الورا كل ده طب فين اهل الزوج من اللي بيحصل ده وفين بقى ام الولد المسكين ده اسئلة كتير نقصة في الرسالة دي او في القصة دي اهم سؤال اللي مفروض تعمله عزة دلوقتي تعمل ايه ويا خايفة تبقى مطلقة مرتين بتقولك ما عداش على جوازي غير يدوب سنة ما هو لو بعد يوم هيتكلمه لو بعد شهر هيتكلمه لو بعد سنة هيتكلمه لو اعادت الحد ما توصلي للخمسين ولا الستين سنة هيتكلمه دي الجننت على كبر وراح تتطلقت هيتكلمه هيتكلمه ممكن نشيل البند ده خلص عشان خاطري ولا ارياف ولا مدينة ولا قرى هيتكلمه هيتكلمه اللي عايز يتكلم يتكلم من امتى احنا نعمل حساب لكلام الناس احنا في الطفلة ده معقولة تخطبت له خمس شهور لا شفتي اهله ولا شفتي ام الولد ولا كان بيجي يضرب الولد قدامه عمره مثلا ما ارسه قدامك ولا ضربه قدامك معقول ما خدتيش بلكم كل ده طب ما سألتوش عليه طب انتي قلت ياخد واحد يا مطلق يا أرمل وخايفة من الطلاق اللي خايف من خطوة مش بيجري ويسع وراها عشان قبل ما ياخد الخطوة يبقى سأل وعمل اللي عليه محتاجين نتكلم كتير قوي يا عز انتي والناس اللي عملت كده الناس اللي زيك وعا دورانا خايف من الطلاق ورموا نفسهم ومش عارفين دلوقتي يعملوا ايه اشتركوا في القناة